السلام عليكم مرحبا بكم انا ناني بسم الله نبدو اليوم على بلكم بدل برد بدو الأطباق تاوعنا بدو الشوربات بدو الأطباق سخونين هكذا يشهو كي تكون الحالة بردة كي يبدو المطر يطيح اليوم درت معاكم شوربا فيرميسال شوربا خفيفا ضريفا توجد دقيقة ما تطولش قع ونديرو كلش على ضربة كما كم تشوفو جد شوربا تشهي هيلة ثقيلة خاثرة وبنينا بنينا بزعف ما هادش تيو الخارثية واش نقولكم هاي لك شوربا فيرميسال تانا ريحوا معانا بهتعرفوا كيف حضرناها الطريقة ديالي في تحضير شوربا سهلا ماهلا ما تكسريش قع راسك للخدامات والفنيانات واللي ما عندهمش الوقت كلش تميكسيها على ضربة وتديريها ألافوة وتوجد شوربا تانا تبعوا معانا كيف هوجدنا شوربا فيرميسال تانا وما تنسونيش مقبل ما نبدأ وكم دا باجد ما تنسونيش باللايك باللايك على الفيديو بح تطلع الفيديو التاعي ويستفادوا قاعي شوفوا الفيديو التاعي وتشجعوني كي الطيب والشوربا خيرو خيرو طيبوها في حاجة تكون ثقيلة إما غميت ثقيلة ولا القدرتها الفخار ولا إن كوكوت تكون ثقيلة والطيب بالعقل الشوربا بهجيكم بنينا حتيت هنا هي فلاكوكوت مورسو التاعجاج ستعليه شوية زيد ومغرفة تاع زبدة الزبدة أنا ندير زبدة تاع ستاغ هي مغغغين وزبدة ومامتون أوليك مورسو صغير نخلوه يتقلى مليح مليح كي يتقلى هكذا يبدأ يتود للاكو لغتاعو هكذا شوية مارون نزيدو عليهم مغرفة تاع طماطم وصبارا ونخلوه يتقلى في غرضه وهنا ينوجدو عندنا زوج حبات بصل زوج حبات طماطيش ما إلا تقول تسقطوني إلا قشرتهم ما قشرتهم مش نحيت لهم برك هذي كاصلتهم بيان حبات ثوم وحفنا هكذا يتع النعناع آنا نطيب شربة تاعيب النعناع وهذا الكسبر بيان سور نقطعو برك شوية هكابة هما يفسدلنش الروبوت تاعنا شوفو إنعناع الكسبر طماطيش لبصل الثوم وديراكتمو للأشواغ تاعنا لوحي كلش في الأشواغ ما تخميشي كاه ما تشقي روحك ما والو كلش لبصل طماطيش نعناع الكسبر وثوم ونرحوه مليح مليح شوفو الأشواغ اللي ما عندهاش أشواغ غير تلملو وتشريب بسكو يساعد بزف بزف في الكوزينة شوفو ضرك الجج التاعي بعد ما تقلم مع طماطيش شوفو كيف هولا اللون تاعو هاي هذا هو السربة تمدرنا هذيك البنة على القليان تقلب وشنو أبتيفو لازم تكون نار قليلة توجو الشربة طيبوها على نار قليلة بعد ما تقل الجج التاعناع مليح مع طماطيش نضيفو عليه نضيفو عليه الوسمو هذك الخالط تعال بسلو الطماطيش وهذو ما غالي زي بيس قدرت ملح فلفل كحل شوية كمون شوية كوركم شوية راس الحانوت شوية كصبر مرحي وشوية زنجابي لهذو هما التوابل اللي قدرتهم في الشربة الدائمة تكثروش شوية شوية من كل حاجة نضيفوهم ونخلو الشربة تعنا تتقلى في غرضها بالعقل شوفو كبرا هي طيب بالعقل ونغلقو عليها السير ثاني لازم تديرو المرميطات تعكم لازم تكون تتغلق مليح مليح وانا يا عندنا حبيبة حموس حبة زرودية وحبة باتاتا ملاح ملاح الخوضر في الشربة ومبعد حبيتو ترحوهم رحوهم حبيتو تنحوهم نحوهم نخلو الشربة تعنا طيب نروحو من جيها نحمسو شوية فيرميسل تعنا في مقلاة حطيت نقطة زيت شوية بركها كايتها زيت مين با مغرف مين با نص مغرف ولا ما يلحقش ونفرغ الفيرميسل تعي ونحمسها شوية با لك تتحرق لكم ابتيف وتوجو هاد التدبيره باهمة الفيرميسل تعنام تذوب لنشف فلوس مو فلاسوس تعنا تكون شدة روحة وتجي مليحة نحطوها طيب عشر دقائق با بلوس ما نطولوش بزاف بزاف الفيرميسل ما نخلوهاش تطول بزاف بزاف سينو تطلق روحة وتولي ماشي مليحة ونروح نقطع الكسبور مع وريقة نعناع توجوغ مقبل ما نطفو الشربة تعنا نلوحو عليها قرن فلفل قحار هذا يمدلنا واحد البنة هايلا هايلا بزاف وكينطفو الشربة تعنا نضيفو عليها مورسو صغيرها كتا زبدة توجوغ هذه هي ثين تمدلها واحد البنة هايلا حتى نطفو هذا المغرف مورسوش صغير تا زبدة مع الأخر كينطفو الشربة تعنا نضيفوه ونضيفو الحشيشة تعنا الكسبر والنعناع وهي ليك الشربة تعيجة صح صح ولا غرجة تبنينا بزاف بزاف شوفو هاش حال تشهي مع هذي البرد هذك هو هذه الحبتة البطاطا والحبتة زرودية نحوهم على الخرر رحوهم مليح مليح نجب ترحوهم مليح وترجعوهم للشربة تعكم ما يبانوش بص بدر نحبه بطاطا صغيرة برقو حبز رودية صغيرة ثاني بها برق تكون في الشربة تعنا شوية خضرة أنا الشربة نحبها هكذا تكون خاضرة شوية نحبها هكذا تجيب نينا ومع الأخر مع الرشة تعنا الكسبر والنعناع بيانسيوه قولوا لي انتو ما يلا تديروا النعناع في الشربة النعناع وثوم كاي اللي ما يديروهمش تتفاصلوا هذي كانت الطريقة تعي إن شاء الله شهدكم في الجنة وإن شاء الله تجربوا الطريقة تعي وترجعوا لي بالأخبار إلي عجبتكم وهنايا نعناع تعي اللي بقالي من الباقة تعنا نعناع تعي نغسلها مليح مليح واشترت للشربة درتو واللي بقالي نغسلو مليح مليح وننقيه ونحيلو كهذا كلكحل ونديروها كافي سنيوه ونحطوه بهين شف بهي ولي نعناع يابس ثاني نستخدمو في الشربات وشنو كتحطوه بهين شف ما تديروش بره الشميسة أنا نحطوه هكذا يفوق الفخيجية نديرو في سنيوه نحطوه فوق الفخيجية ونحطوه فوق الفخيجية ونلقاه انشف إلي قدرتوه الشميسة راح يولي لكم كحل راح يولي أسود وما يوليش يصلح بس حكي تديروه داخل الكوزينة ينشف داخل الكوزينة تبقى لكو لغتاع وشبه هكذا ويكون مليح مش كيمة تنشفوه بره بره إلي نشفتو فشميسة راح يولي لكم كحل أهلا وهذا هما التدابير تعيي لنهار اليوم إن شاء الله هتكون عجبتكم الفيديو وبقوا على خير